بشرى صار من شركات الغاز هولندي يركن سياراته على السطح لماذا تريد هولندا زراعة الأرز؟ انتهاء الوضع الخاص بالقادمين من أوكرانيا لاجئ قام بفعل فاضح ولن تتم محاكمته عاملة سوبر ماركت أكلت خبز بعشرة آلاف يورو وداعا لليورو الورقي اختفاء مئات اللاجئين القاصرين القبض على مشغلي قنوات أونلاين في هولندا فيلدرز يزور تير أبل ووزيرة المالية تسميه بالمتطرف وفي أخبار سريعة هدم واحد وعشرون كبري في خرونينجين هولندية تشتري أونلاين وتتفاجأ لماذا منعت سيدات آيكس من الاحتفال؟ ما تنساش تعمل لايك الفيديو وتعمل شير وتشترك في القناة وتفعل الجرس ويلا بينا على موضوع الحلقة منذ بداية الحرب في أوكرانيا وأسعار الطاقة في تزايد وخاصة الكهرباء والغاز كتير من الهولنديين نشر على الصفحات بتاعها سأل التواصل الاجتماعي السنة اللي فاتت إزاي كانت الفاتورة بتاعت الغاز بتاعته قبل الحرب وإزاي أصبحت بعد الحرب كل ده أدى أن الحكومة الهولندية السنة اللي فاتت وفي يوم الموازنة أعلنت عن ما يسمى بأسعار الطاقة سقف لأسعار الطاقة لا تزيد عنه الأسعار والفارق في السعر الحكومة هي هتدفعه لشركات الطاقة على سبيل المثال لو السعر بتاع المتر المكعب الغاز 3 يورو الشركات ممنوعة أن هي تبيعه بأكتر من يورو 45 سنت للزبائن وللهولنديين والفارق في السعر ده الحكومة هي اللي هتدفعه من الموازنة بتاعتها للشركات وكمان كان هيكون فيه رقابة أو فيه رقابة من الحكومة الهولندية على الشركات إن هي لا تزود هامشة الربحة الخاصة بها على أي حال جينا دلوقتي في الفترة اللي فاتت دي كلها ما كانش فيه شركات غاز بتعرض أو تعرض على العملاء بتوعها عقود غاز طويلة المادة يعني ما فيه شركة غاز فأيام الأزمة دي تطرد عليك عقد وتقول لك خد عقدة هوة 5 سنوات بسعر سابت ليه؟ لأنه زي ما قلنا الأسعار متغيرة وبتزيد كل يوم فما ينفع الشركة الغاز تخليك توقع على عقد في وسط الأزمة عقد تاخد به الغاز مثلا بـ 2 يورو للمتر المكعب وهم مش ضمنين إنه هو ممكن يوصل لـ 3 أو 4 يورو ولكن المفاجأة دلوقتي إنه بداية من يوم 1-6 كتير من الشركات الهولندية بتاعة الغاز والكهرباء بدأت بالفعل تعلن إنه يمكن كزبون هولندي تقدر تشتري أو توقع عندهم عقد طويل المدى لمدة سنوات معينة وسعر المتر المكعب هيكون أقل من يورو 45 سنت وده السقف اللي محددها لحكومة الهولندية وكمان أضاف التقرير الصحفي إنه فيه شركات غاز بالفعل بدأت من الآن من نهاية الشهر الخامسة هوت بدأت بالفعل في عرض العروض أو العقود طويلة المدى لو عايز تعرف إيه هي شركة الغاز الرخيصة وإيه هي شركة الغاز الغالية بالنسبة لسعر المتر المكعب ادخل على موقع gazlicht.com أو اتصل عليهم في مسؤول هناك من الموقع ده قال إنهما في الأيام اللي فاتت التليفونات عندهم والاستشارات والإيميلات لم تتوقف لأن الناس الهولندين كلهم بيتصلوا وبيسألوا إيه هي الشركة اللي بتعرض سعر أقل إيه هي الشركة اللي بتعرض عقد بسعر أقل وسنوات أطول بدل سنتين يكونوا ثلاثة فنصيحة للناس كلها تقدر تدخل على الموقع بتاع gazlicht.com أو تتصل عليهم وتشوف إيه هي الأسعار الرخيصة لو العقد بتاع الغاز بتاعت هينتهي في الأيام اللي جاية تقدر تغير لشركة أرخص على الموقع بتاع gazlicht.com ما تنساش كمان في حاجة تغيرت بخصوص العقود السابتة وطويلة المدى سعر سابت وسنوات طويلة إن إلغاء العقد ده لو أنت جيت في الفترة أخدت عقدة ثلاث سنوات بسعر معين وفجأة في النص حبيت إن إنت تلغي كمان بحسب موقع RTL نويز الهولندي بيقولك إن هيكون في تكلفة كبيرة جدا عليك إن إنت تنسحب من التعاقد ده فكل الناس تاخد بالها قبل ما توقع أي عقد طويل المدى مع أي شركة شركة تكون عرفة هي عايزة إيه بالظبط ولو حد يعرف شركة غاز رخيصة هو من نفسه تعاقد معها في الأيام الأخيرة ما يبخلش على الناس وعلى المتابعين بأنه يكتب الاسم بتاعها في التعليقات ويكتب سعر المتر المكعب قد إيه عشان الناس تستفيد هولندي يسكن في أحد الأحياء السكنية في مقاطعة أس في هولندا اكتشف فجأة إن البيت عنده مفهوش أي نظام للتهوية اتصل كذا مرة بالشركة المسؤولة عن إيجار البيت اللي مقاطعة له البيت أو الشقة السكنية وجم عشان يشوفوا نظام التهوية بتاع البيت عامل إيه عشان الهواء ما بيكونش كويس أوي داخل البيت وتفاجئ العامل اللي جاي من شركة المنازل إن ما فيش نظام تهوية داخل الشقة السكنية بالأساس انتظر الهولندي ده شهور إن شركة السكن تبعت حد يركب نظام تهوية ويبدأ يحل المشكلة دي ولكن لم يأتي أحد قط فكر إزاي يعني يجذب انتباههم ويخلهم يسألوا فيه شركة السكن دلوقتي بتتجاهلوا تماما منذ شهور على الرغم من معرفتهم من الحاجة الماسة ليه والضرورية إن هو يكون عنده هوا فريش داخل البيت على أي حال في يوم الأيام شاف فيه رفعة بتاع سيارات داخل الشارع عنده عشان تعمل حاجة معينة وبعد كده جات له فكرة عنده سيارة رينو فكر إن هو يحطها فوق الجراش فوق سقف الجراش ليه عشان الناس تبدأ تصور ويبدأ الخبر ينزل في الجرائج زي ما احنا بنترجمه دلوقتي ويتم لفت الانتباه إلى الساكن الهولندي ده وده اللي حصل بالفعل رفع السيارة بتاعته وزنها حوالي 1400 كيلو طن 400 كيلو حطها فوق السقف بتاع الجراش بعد يوم مباشرة أو في خلال نفس اليوم اللي عمل فيه كده اتصلت شركة البيوت وجده هو بيقوله إن هو بص في العقد بتاع البيت ما فيش أي حاجة تمنع إن أنا أركن السيارة بتاعته فوق السطح جه الاتحاد المالك للشقة السكنية ديت عشان يفحص السقف بتاع الجراش ويشوف هل فيه أي ضرر حصل عليه السيارة كان ينزلها بالفعل وبدأ هو يتكلم معاهم وهم هيحققه ويشوفوا إذا كان فيه أضرار في الجراش وفي نفس الوقت هو قال إن لسه ما بلغوش أو ما قلوش إمتى هيجي حد يصلح نظام التهوية داخل بيته ولكن بحسب تصريحاته الجزء الأول من الخطة نجح وهو لفت انتباههم ليه وجنب الفعل الحدي عنده خلينا نشوف هل الجزء التاني من الخطة هينجح واكتبوا لنا رأيكم في التعليقات هل نجحت الخطة بتاعته فعلا وهل ده صح اللي هو عمله وهل فعلا طالما مش مكتوب عندك في العقد بتاع البيت إن انت ممنوع تركن السيارة فوق سطح البيت أو الجراش إن انت عادي تركنها ومحدش هيلاحقك أو يعملك مشاكل اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات هولندا ثاني أكبر مصدر في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية في تصدير السلعة والمنتجات الزراعية هولندا بتحتل كمان المركز الأول في الدول الأكثر تقدما في استعمال التكنولوجيا الخاصة بالزراعة كل ده مش ببلاش يعني كل ده ليه مقابل المقابل إن الفلاحين الهولنديين لما تشوف الصدرات الزراعية بتاعت هولندا في سنة 2022 120 مليار يورو الفلاحين بتوع هولندا دي منتجات زراعية الفلاحين بتوع هولندا بيستعملوا مواد كتير جدا من ضمنها مواد ضارة بالتربة وبالهواء وبالماء المياه الجوفية بيستعملوا المواد دي كلها عشان يزيدوا المنتجات بتاعتهم الزراعية سواء من الأرض أو اللحوم يعني بيحطوا الإضافات دي تضارة بالصحة بيحطوها كمان أو تضارة بالتربة عفوا أو بيحطوها كمان في الغذاء بتاع الأبقار عشان تنتج لحم أكثر أو حليب أكثر على أي حال المشكلة دي ت الحكومة بتحاول تحلها من عشرات السنين آخر خطة كانوا نصلوا لها إن الحكومة تشتري من المزارعين الهولنديين المزارع بتاعتهم بتاعت الأبقار ويقفلوها والمزارع ده خلاص يبطل إنه هو يشتغل في المجال ده عشان يخففه الضرر الخاص بالتربة والإنبعاسات وده بحسب قرار من المحكمة العليا الهولندية في 2019 على أي حال من ضمن الحاجات اللي فكرت فيها هولندا وجمعة لايدن بالتعاون مع بعض بدأوا إنهم يحاولوا يجربوا زراعة الأرز زراعة الأرز كمحصول مستدام داخل هولندا بديل للفلاحين الهولنديين يستثمروا فيه ويشتغلوا فيه بدل ما هو يربي ماشية ويبدأ يضر التربة بالمواد اللي هو يستعملها كمكملات غذائية للأبقار ما ننساش هنا ملحوظة بسيطة بحسب إحصائية في سنة 2022 40% من الخضروات المزروعة حول العالم تزرع ببزور تم تطويرها في هولندا ولذلك هولندا لما نتكلم عن المجال الزراعي ما بنتكلمش على حد صغير وأكيد هم عارفين إن تجربة الأرز هتكون مسمرة بأي شكل من الأشكال هل الفلاحين الهولندين هيقبلوا بزراعة الأرز كبديل لتربية الماشية؟ هو ده السؤال المهم ولكن خلينا نشوف المحصول ده بيقولك أول نتيجة اللي هتطلع اللي تزارع في اليومين دول هتطلع في شهر 9 القادم سنة 2023 وبعدها هتكون المعطيات موجودة قدام المسؤولين عن مشكلة الفلاحين وبعدها لو أتت بثمرها زراعة الأرز أكيد هيبدأوا يعرضوها كبديل على الفلاحين الذين يربون الماشية عشان يستغنوا على الموضوع ده ويبدأوا يشتغلوا في الزراعة زراعة الأرز التي لن تضر البيئة بقدر ما تضر المكملات الغذائية التي يستعملوها في تربية وتسمين الأبقار بعد ما بدأت الحرب في شهر 2 سنة 2022 في أوكرانيا هرب الكتير من الأوكران إلى هولندا وطبعا باقة الدول الأوروبية ولكن بنتكلم تحديدا أننا عن هولندا 88 ألف أوكراني يحملون الجنسية الأوكرانية داخلوا هولندا ودول ليهم وضع خاص وضع خاص بالتعاوم بين هولندا والمفوضية الأوروبية للاجئين هولندا عرضت على المفوضية الأوروبية أنها تستقبل الأوكران بما يسمى بالحماية المؤقتة الأوكران بيدخل ما بيروحش على الخط بتاع اللاجئين بيدخل بيأخذوا إقامة تصريع عمل بيشتغل بيسكن لو فيه بيت البلدية موفرة أو بيسكن في تجمع ساكن للاجئين حاجة كده أشبه بالكنبات بس زي ما قلنا هم مش لاجئين اللي عايز يقدم منهم لجوء بيقدم واللي قدمه من الثانية وتمانين ألف هم حوالي خمسة في سنة 2022 كأوكراني اختار أنه يقدم لجوء ويحمل الجنسية الأوكرانية نيجي هنا للطلاب الأجانب كلنا عارفين أن أوكرانيا بتعرض مجالات دراسية مختلفة للأجانب بشروط خفيفة والطلاب اللي بيدرسوا في أوكرانيا سواء بقى بيدرس طب أو هندسة أو فن أو غيره عددهم اللي جملة لهولندا في سنة 2022 4600 أخذوا إقامات من يوم 4-3-2022 إلى يوم 4-3-2023 تبين اللي يحصل بعدها معاهم المفروض أنهم حصلوا على جواب يوم 4-3 أو قبلها أنهم المطلوب منهم أنهم يعودوا طوعياتا ليه يعودوا طوعياتا لأن الجزء الكبير منهم أو معظمهم جاي من دول أمينة زي غانا نيجيريا الجزائر المغرب في بقى كمان سوريا دي حالة خاصة لوحدها على أي حال اللي مش عايز منهم يرجع طوعياتا المفروض يطلع يوم 4-3-2023 السنة اللي احنا فيها ديات يطلع من الكمب أو البيت الخاص بالأوكران يطلع منه يروح يقدم طلب لجوء وكنا شرحنا التفاصيل بتاعة تقديم طلب اللجوء في الفيديو اللي قدامكم ده الخاصة بالناس اللي هم يحملوا جنسية ثالثة لا هم أوكران ولا هم أوروبيين ولكن عنده يقام بس في أوكران المهم المفروض أنهم يخرجوا 4-3 ولكن لم يخرجوا تاب ليه ما خرجوش لأن ساعتها رؤساء البلديات اللي الناس دي مقيمة فيها كل بلديات ومقاطعة في هولندا فيها مكان خاص بالأوكران الناس دول متوزعين الـ 4600 متوزعين على جميع المقاطعات الهولندية رؤساء البلديات اللي مقيم فيها الناس دول أصحاب الجنسية الثالثة اللي جاي من أوكرانيا وما عندهش بسبور أوكراني قالوا ما ينفعش إن احنا نطلع على الـ 4600 مرة واحدة نوديهم على كامب زي كامب تير أبل وكامب تير أبل ممتلئ أصلا بالفعل وهو لا يسع إلا 2000 شخص فالخطة كانت كالآتي سكرتير الدول اللي شؤون اللاجئين منع خروج الناس دول بعد انتهاء قموتهم من 4-3-23 منع خروجهم من الكمبات أو الأماكن الخاصة بالأوكران اللي هم مقيمين فيها حتى يعني يجد حل آخر الحل كان كالآتي رئيساء البلديات والمقاطعات اتفعوا أولا الأشخاص دول نزل عددهم من 4600 ل3000 فيين 1600 بقولك رجعوا كلهم طواعية لبلادهم خلاص دلوقتي نزلنا من 4600 ل3000 ولكن لازال 3000 عدد كبير جدا رئيساء المقاطعات والبلديات قال لك كالآتي أولا كل واحد موجود في كامب هيروح في مكان خاص بالأوكران مثلا موجود في مقاطعة شمال هولندا هيروح على كامب موجود في شمال هولندا مش هيروح على تير أبل ويقدم لجوء هناك دي أول حاجة يبقى احنا كده هنوزع اللي موجود في شمال هولندا يفضل في شمال هولندا ويتنقل من البيت بتاع الأوكران يدخل الكمب اللي هناك ثانيا يتم توزيعهم ليس دفعة واحدة ولكن على 12 أسبوع كل أسبوع 250 من الناس دي يطلع يروح على الكامب في المقاطعة اللي هو مقيم فيها مع الأوكران يروح يقدم طلب لجوء وبكده يبقى احنا وزعنا الضغط لأنه بحسب رؤساء البلدات بيقولك خيار ان احنا نحطهم في الشارع ده مش اختيار لازم نديهم فرصة يقدموا طلب لجوء اللي هيقبل منهم زي مثلا السوريين أظن بحكم الوضع داخل سوريا خير وبركة واللي لن يقبل وقادم من دول آمنة سيتم سيطلب منه انه هو يرحل ويغادر الى بلده الام مجموعة من طالب اللجوء كان بيعملوا مشاكل الاسبوع اللي فات في المركز بتاع قارية تير أبل واحد منهم وصل به الأمر انه هو عمل فعل فاضح مع فتاة لا يتعدى سنها 11 سنة البوليس اخدوا سكان قارية تير أبل نزلوا في اليوم ده نفسه واعترضوا رفعين لافتات غير اللافتات اللي احنا تكلمنا عليها قبل كده واعترضوا رفعين لافتات ان لازم الوضع ده يتحسن ولازم الوضع ده يتم السيطرة عليه على اي حال الشرطة اخدته في نفس الوقت وبعد المظاهرات بتاعة الهولنديين ديت في قناة اغبارية هولندية موجودة على اليوتيوب نزلت لقارية تير أبل وتكلمت معه كتير من الهولنديين بعض الهولنديين ادى للقناة ديت اعطاهم يعني لقطات من الكاميرات الخاصة بالمراقبة بتاع المنزل زي اللي قدامكم ده ده واحد هولندي طلع اللي قطات ديت من على الكاميرا عنده فيه هنا طالب لجوء هو بيحاول بالليل يفتح السيارة بتاع الهولندي يشوفها مفتوحة لا لا ما نعرفش بقى عايز يسرع السيارة كلها واللي عايز يفتح يدخل جوه السيارة يشوف اذا كان فيها فلوس ياخدها ويمشي والتاني اللي قدامكم ده زي ما انتم شايفين واقف على سيارة بتاعة احد الهولنديين وبيخلي زماوي اللي يصوروه والتالت واقف واحدة هولندية بالسيارة بتاعتها ويقوم بالتبول امامها مشاكل كتير جدا على اي حال نرجع للي عمل الفعل الفاضح نابل عمل هولندية قبل يومين اعلنت ان الشخص ده لن تتم ملاحقته قانونية طيب ايه السبب بيقولك ان احنا مش بالضرورة الفعل اللي هو عمله يكون المقصد منه سيء الفعل اللي هو عمله مع الفتاة وده طبعا بيؤدي الى غضب اكتر لاني ام الطفلة اللي تم معها الفعل الفاضح ده امها كانت حاضرة الوقعة وبتقول ان انا لن اترك بنتي تخرج ابدا الى القرية او للشارع وحدها لازم اكون معاها وانا حاسة يعني هي عملت محضر ضد الشخص ده ولكن دلوقتي ان يابا العامة بترد عليها وبتقول لها لن يتم ملاحقته قانونيا عشان النية احنا مش متأكدين من النية تحديدا ان النية كانت سيئة كما بننقل الاخبار اللي بتخص اللاجئين نفسهم والاخبار الجيدة بننقل كمان المعاناة بتاعت السكان من بعض ومن القلة القليلة من طالب اللجوء اللي جاي يعمل مشاكل ومش جاي يدور لا على امن ولا على امان سوبر ماركت يومبو ده معروف جدا داخل هولندا وليه فروع كتير جدا احد الفروع اللي موجودة في جنوب هولندا سيدة هولندية بتشتغل هناك من سنة 1980 السيدة شغالها دلوقتي بقالها اكتر من 42 سنة هناك كان الفرع بتاع يومبو ده مملوك لابوها وامها للوالدين بتوها وبعد كده انتقلت الملكية لاخوها وهي لا زالت تعمل فيه وبعد كده انتقلت الملكية لمالك اخر وهي لا زالت تعمل فيه وترأت لحد ما وصلت لمنصب رئيسة القسم بتاع الخضروات والفاكهة هي المسؤولة عن العمال اللي شغالين في الخضروات والفاكهة والتوريد بتاع الخضار والفاكهة والبيع بتاعه والتنظيم وما الى ذلك على اي حال احد العاملين في السوبر ماركت بلغ المالك الرئيس بتاع السوبر ماركت المالك بلغه ان السيدة الفلانية كل مرة وهي بتاخد استراحة الباوزة بتاعتها بتاخد شطيرة من الخبز كده للباوزة بتاعتها اللي استراحة تكلها من غير ما تدفع تمانها المفروض لو انا شغال في السوبر ماركت في ولندا باخد الحاجة قبل ما اخدها كده وامشي بيها بروع على الكشير على زميلة بقى اللي شغال معها في السوبر ماركت او زميلة واقول له خد انا خدت ده مثلا باتنين يور المهم صاحب السوبر ماركت رأي بها يوم واتنين لها فعلا بتعمل كده جابها وحقها معها واعترفت في النهاية ان هي اولا بتعمل الموضوع ده بتاخد شطيرة خبز دايما او اتنين بقى المهم اللي هي بتاخد خبز تاكله اسناء الاصطراحة ثانيا بتاخد علبة ممتلئة باللحوم اسبوعيا للبيت معاه ثالثا اكتشفوا كمان ان هي في كتير من الاحيان بتروح على البيت قبل المعاد المحدد لها يعني هي بتشتغل من 8 الصبح ل4 العصر بتروح مثلا على البيت 3 العصر قبل المعاد بساعة او بتروح الساعة 2 الضهر قبل ما يعد شغلها ما يخلص بساعتين على اي حال طموا فصلها فصلوها من غير اي مقدمات يعني خلاص انت هتمشي انت بتسرق واعترفت بخطأ راحت على المحكمة وصاحب السوبر ماركت كمان راعة على المحكمة هي عايزة ايه وصاحب السوبر ماركت عايزة ايه هي عايزة 168 ألف يورو مكافئة نهاية الخدمة لان بحسب كلامها انا كان فضل خمس سنوات واطلع المعاش صاحب العمل بيطالب بايه بيطالب بان هي تدفع حوالي 9800 يورو الخسائر اللي هي عملتها شاملة بقى الخبز اللي اكلته مع اللحوم اللي كانت بتاخدها معاها كمان معا ان هي كانت بتروح البيت بدري عن معادها ساعة او ساعتين او ما الى ذلك المحكمة حكمت كلات باربع حاجات اولا رفض الدعوة بتاعتها مفيش 168 ألف يورو ثانيا هتدفع هي لعشر تلاف يورو ثالثا لا يحق لها الحصول على رواتب العاطلين انا لما بكون اتفصلت من العمل بتاعي مشانا اللي اخدت استقالة هما اقالوني بقدم وباخد الراتب بتاع البطالة ده بيكفيني ان انا عيش حياة كريمة لحد ما لقي الشغل اللي بعد كده بما اني المحكمة قالت في الحكمة بتاعها ان هي السبب في ان هي اتفصلت من العمل فهي كده تعتبر اللي قدمت استقالتها فلا تأخذ اي رواتب من البردية رواتب عاطلين وكمان السيدة ده زي ما قلنا هتدفع العشر تلاف يورو او التسعة تلاف يورو وتسعة تلاف وتمنمية يورو لصاحب العمل اكتبو لنا رأيكم في التعليقات هل القرارات اللي اتخذت فعقها من قبل المحكمة هل قرارات عادلة ام غير عادلة ولو غير عادلة اكتب لنا ايه السبب او ايه التعديل اللي ممكن يضاف الى الحكم اليورو الرقمي اليورو الرقمي عملة غير ملموسة احنا عندنا اليورو بقى ورق او معدني ده موضوع تاني دلوقتي الكلام على اليورو الرقمي المفروض الشهر اللي جاي هتقدم قانون في الاتحاد الاوروبي باعتماد اليورو الرقم ولكن ايه هي الاسباب ليه هم عايزين يكون في وسيلة دفع باليورو الرقم حاجة كده اونلاين ما تمسكهاش بايدك ليه عايزين نستغنى قليلة عن المال الكاش وناخد اليورو الرقم اول سبب ان الدفع اونلاين والعملات الانلاين اللي هي زي البيتكوين وغيره كترت كتير جدا وفي جزء منها بياخد على الصين دول الاوروبية خايفة ان الصين يكون لها قريبا سيطرة داخل النظام المال الاوروبي ونظام البنوك ولذلك هي مش عايزة الموضوع ده يحصل وعايزين يعملوا اليورو الرقمي عملة خاصة بهم هما كالاوروبيين ثانيا نظام الدفع الاوروبي الوحيد للدفع اونلاين ما فيش نظام اوروبي موحد الحاجة الوحيدة المعتمدة داخل اوروبا والمشهورة في الدفع اونلاين هي الفيزا والماستر كارت وزي ما قلنا او زي ما التقرير الصحف قال كل دي وسائل دفع تاخدع لامريك فهم عايزين الاوروبيين يعملوا نظام دفع رقمي خاص بهم هما يسيطر علي المركز او البنك المركز الاوروبي نفسه ثالثا عمليات الدفع اونلاين كترت جدا داخل هولندا على سبيل المثال والمسيطر الاكبر عليها بنك الانخي ورابوبانك ودور البنك المركز الاوروبي في الموضوع ده قليل جدا ولذلك عايزين يعملوا حاجة يكون البنك المركز الاوروبي هو اللي ليه سيطر عليها وهو اللي يقدر يتحكم فيها وزي ما قلنا حماية من الصين وحماية كمان من نظم الدفع الانلاين الامريكية ايه هي الانتقادات والمخاوف الخاصة بليور رقمي اول حاجة الناس خايفين ان يتم التحكم في الانفقات بتاعته الناس خايفة ان هو يجي قريب يشتري حاجة معينة بليور رقمي ده لما يكون مسيطر ويصبح مسيطر كده ان الناس تخاف اجي اشتري حاجة معينة اقولك لا ممنوع ان انت تشتري الحاجة ديت بحكم القانون كذا كذا ثانيا الناس خايفين ان ده يحل محل اليورو الورقي كلنا عارفين ان فيه امن وامان لما كون انا معايا الفلوس بتاعت الكاش كده ورق انا حاسس بامان اكتر من ان هي تكون انلاين موجودة في الهواء زي ما بقول ولكن هنا الحكومة الهولندية كان لها رد بتشترط الحكومة الهولندية اذا اعتمد اليورو الرقمي بداية من سنة 2026 وده بحسب القانون لا يتقدم الشهر اللي جاي بتشترط الحكومة الهولندية انه لا يكون بديل اساسي للفلوس الكاش الورقي ان هو يفضل زيه زي الفلوس الورقي اللي اتنين موجودين انا اختار براحت اختار كاش بقى او نقدا او اختار اليورو الرقمي ثانيا لا يتم التحكم في مدفعات الناس لو انا هاعتمد اليورو الرقمي قريبا وهتخلص من البنك العادي بتاعي وحطه فليسو كلها اونلاين ما يكونش فيه اي تحكم في النفقات بتاعتي انفق مكان ما انا عايز طبعا الا اذا كانت حاجة مخالفة للقانون ثانيا السؤال المطروح بخصوص اليورو الرقمي والانتقادات الموجهة لي تاني حاجة احد اعضاء البنك المركز الاوروبي بيقول هل اليورو ده يستحق العناء يعني اكيد هم عشان يعملوه هيصرفه فلوس كتير جدا وبرمجة وانظام حماية وامن وامان وتجربة وما الى ذلك كل ده هيكلف فلوس ولكن هو رأيه العدوى الصابق ده بقى في المركز الاوروبي في البنك المركز الاوروبي بيقولك هل يستحق اليورو الرقم العناء ده كله في وسائل دفع كافية اونلاين يعني اظن اليورو الرقمي مش هيسيطر زي الوسائل المسيطرة بالفعل ولكن الرد هنا في نفس المقالة الصحف اللي بيقول ان اليورو الرقمي له غطاء نقدي يعني اليورو الرقمي ده هو موجود كعملة حقيقة على الارض اللي هو عملة الدول الاوروبية كلها ولكن حاجة زي البيتكوين هي من شركة خاصة ومش بنك زي البنوك الاوروبية لما تعتمدوا اليورو الرقمي كده اليورو الرقمي جاي من بنك وليه غطاء نقدي مش زي البيتكوين ليس له غطاء نقدي وكمان جاي من شركة تجارية مش من بنك معتمد ولذلك دي ردود على الانتقادات الموجهة للورو الرقمي كمان نقطة الخصوصية بيقولك يجب التفرقة ما بين بيانات الدفع وبيانات المستهلك نفسه يعني البيانات بتاعتك كلها بالعنوان وكده تكون مختلفة وما تكونش كمان متاحة تحت بيانات الدفع بتاعي لما أدفع بيكون اسمي بس الموجود ورقم البنك بتاعي ومحدش يقدر يشوف مثلا عنواني ورقم تليفوني إلا إذا كان فيه شك بقى في تمول الإرهاب والمشاكل ده كلها ساعتها يقدروا يشوفوا باقي البيانات بتاعتي على أي حال القانون سيتم تقدمه أو مشروع القانون سيتم تقدمه في الشهر السادس الشهر اللي جاي وهيتم المناقشة بتاعته وبيقولك ان تمت الموافقة عليه سيتم طرحه لأول مرة اليورو الرقمي في 2026 عشان تبقى تجربة عملية اكتب لنا رأيك في التعليقات موافق ولا مش موافق وفي كل الحالتين اكتب لنا السبب لموافق او مش موافق بحسب الهيئة المركزية لاستقبال اللاجئين في هولندا السنة اللي فاتت 2022 أربعة تلاف ربعمية تسعة واربعين قاصر وقاصرة قدموا طلبات لجوء داخل هولندا دول أولاد وبنات تحت سنة 18 لمعاء أبوه لمعاء أمه معوشة يحده لوحده تماما لوحده بحسب تقرير سري خرج من الكوة الهيئة المركزية لاستقبال اللاجئين بيقولك ان في مئات من هؤلاء القاصرين اختفوا المفروض بيقدموا طلب اللجوء وبيتم توزيعهم بعد كده على كمبات أخرى فيه أولاد كتيرة جدا حوالي 336 من دول اختفوا طبعا التقرير ده سري ليه لانه بيتكلم عن الاتجار بالبشر القوة او الهيئة المركزية لاستقبال اللاجئين بيقولك فيه احتمالات كتيرة الاحتمال الاول ان الاولاد دول او البنات دول يكونوا خرجوا من هولندا راحوا على دولة أوروبية أخرى يقدموا فيها طلب اللجوء او يعيشوا فيها الاحتمال التاني اللي هو احتمال اللي هو الاتجار بالبشر الاولاد دول تم خطفهم او البنات وبيتم المتجرب بهم والاحتمال التالت اللي هو الاحتمال اللي عمل فيه الضعارة ايه هنا الشاهد بحسب التقرير السر بتاع الهيئة المركزية لاستقبال اللاجئين اللي نشر تفاصيل منه على موقع RTL News الهولندي بقولك الشاهد هنا ان فيه ناس كتير ساكني المركز الرئيس الاستقبال اللاجئين في قرية تير أبل شاهدوا بنفسهم وقالوا للكوة لهيئة المركزية الاستقبال اللاجئين ان هم شافوا رجال عربيات ألمانية وعربيات هولندية بيكون فيها رجال كبار في السن اخدوا فتيات وفتيان من زاوي خاصة من زاوي البشرة السوداء اخدوهم معهم في السيارة وراحوا واختافوا ومشفناهم شي تاني يعني ربنا يصطرها على الاولاد والبنات دول النيابة العامة الهولندية النيابة العامة الهولندية أبضت على ناس موجودين في دينهيلدر والميرا في هولندا متهمين بتشغيل قنوات بدون ترخيص في هولندا هنا وفي أوروبا بشكل عام الواحد بيقدر يشترك في حاجة اسمها IPTV او تفاوب الألماني المهم بتدفع مبلغ معين وبيكون عندك جميع القنوات الناس اللي بتشغل القنوات ديت من ضمنهم ناس موجودين في دينهيلدر والميرا تم القبض عليهم في شهر خمسة الفين تلاتة وعشرين وبيقول لك عندهم مشتركين مليون مشترك أقل سعر بحسب التقرير الصحف الاثنشر للمشترك الواحد عشرة يورو بحسب التقرير بتاع النابة العامة الهولندية الناس دول فيه تم مدهمة مواقع أخرى موجودة على سبيل المثال في مدينة إنشخدة المتاخمة للحدود الألمانية وعاصروا في مواقع مختلفة أخرى على فلوس كاش كتير وأخدوا خمس سيارات تمت مصادرة خمس سيارات والقبض على الأشخاص دول التهمة زي ما قلنا بيبيعوا حاجات بدون ترخيص القنوات ديت كلها المفروض أنت بتاخد اشتراك رسمي على سبيل المثال للقنوات الرئيضية بتاخد اشتراك رسمي من القناة نفسها ومن الشركة ومش من شخص بيبيعها بطريقة غير شرعية الخسائر بتاع الموضوع ده تقدر بالملايين بحسب التقرير الصحف الاثنشر وتكلم عن الموضوع ده خلينا نشوف هل الناس ديت هيتم محاكمتهم أو الإفراج عنهم بكفالة أو سيتم الحكم عليهم بالسجن مثلا خلينا نشوف سيدة كاخ وزيرة المالية الهولندية ورئيسة حزب الدي 66 أعلنت لصحيف الديتالي خراف الهولندية بالأمس أن هي تتجنب الكلام نهائيا مع السيد فيلدرز وبيتقول أنه هو أصبح متطرف بالفعل لأن الطريقة اللي هو شغال بها ديت هي دي أصبحت الطريقة الرسمية بتاعته في مهاجمة الناس وقالت أمثلة هنا على سبيل المثال قالت السنة اللي فاتت في شهر 7 حصلت حدثة في البرلمان الهولندي وأنه هو قال للسيدة صوفيا هيرمانز واللي هي رئيسة حزب الفيفي دي اللي هو منه رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا هي الرئيسة بتاعته داخل البرلمان رئيسة الأعضاء بتاعته السيد فيلدرز قال لها في البرلمان السنة اللي فاتت في شهر 7 ع 2020 قال لها أنت مجرد واحدة بتشيل الشونط بس للرئيس الوزراء الهولندي حاملة حقائب ولذلك السيدة كاخ رئيس وزيرة المالية الهولنديا بتقول لك أنا بتجنب الكلام معاه لأنه كمان وصفني بالساحرة يعني ومن ناحية تانية السيد فيلدرز أعلن على الصفحة بتاعته على الفيسبوك أنه هو هيروح قرية تير أبل يوم 3-6-2023 يعني بناء على الأخبار اللي شرحناها كلها في النشرات الأخرى للمشاحنات اللي بتحصل والشعب والساركة والتكسير فهو بالنسبة لك حد والحزب بتاعه بيعترض أساسا على استقبال اللاجئين وبيعترض على وجود المسلمين والإسلام والعرب وأي حد أجنبه وهجرة داخل هولندا أكيد دي فرصة كويسة لي أنه هو يروح على قرية تير أبل ويبدأ يتكلم مع السكان ولكن على أرض الواقع هل هو يقدر يغير شيء؟ ما نعرفش خلينا نشوف علي حالة زيارة 6-2023 يعني النصيحة مني للناس اللي موجودين في كامب تير أبل ما تنزلش المركز التجاري بتاع القرية في اليوم ده عشان حتى لو أنت ما عملت شيء حاجة ممكن تحصل مشحنات أو تحصل مشاكل رأيي الشخصي يعني أقعد في البيت أو أقعد في الكامب في اليوم ده وما تنزلش المركز بتاع قرية تير أبل في مقاطعة خرونجن في أحد القرى اسمها نيو باكلة القرية ديت موجود فيها 35 كبري في نهر كده بيمر منها بالشقان والصين يعني في منهم 21 محتاجين للصيانة ضروري والبلدية بحسب أحد أعضاء البلدية لك إحنا مش أغنى بلدية في هولندا عشان نقدر نصون الكبار دي كلها ولكن سكان القرية ليهم رأي مختلف هم معطاردين على الموضوع ده وبيقول لك خلاص إحنا محتاجين عشان نتصون الكبار دي كلها حوالي نصف مليون يور إحنا هنجمعهم مع بعض وعملوا بقى كده زي جمعية مع بعض هيلموا التبرعات وهيقوموا بصيانة الكبار دي حتى لا يتم هدمها أو يتم إزالتها لأنهم بيعتبروها جزء من القرية بتاعتهم وجزء من الثقافة بتاعتهم فبنتمنى لهم التوفيق ونتمنى لهم كمان أن هم يقدروا يلهموا المبلغ ده وكمان اللي هيتبرع الموضوع مش موضوع فلوس بس اللي هيتبرع بصيانة الكباري عمال عندهم خبرة في الكباري وناس من سكان القرية دي والقرى المجاورة هيتبرعوا بأعمال الصيانة بأنفسهم ولذلك أنا شايف أن الموضوع هيتم على خير وهم هيقدروا يعملوا الموضوع ده وساعتها البلدية مش هتعترضوا تقول لك خلاص مش هنشير الكباري خليها سيدة هولندية نشرت على أحد مواقع التواصل الاجتماع أن هي طلبت حاجة صغيرة جدا كاراتين صغيرة جدا زي ما أنت شايفها كده في الفيديو في الصورة ويعني الكارتون اللي جاي فيها الطلب كبيرة جدا وده سؤال تم توجيهه من الصحيفة للمسؤولين عندنا أشهر مواقع في أوروبا للتوصيل أمازون وعندنا داخل هولندا موقع بول بونت كوم الاتنين دول عندهم ماكينات خاصة بيهم الطلب لما بيجي لما أنت تطلبهم التليفون الماكينات ديت عارف الطلب اللي أنت طلبته قديه ولذلك بتقوم بعمل كارتونة مناسبة ليه ولكن بالنسبة للمواقع الأخرى اللي بتطلب من علاقة والشركات بيكون عندهم عدد معين من الكارتين يعني عندهم مثلا مليون كارتونة صغيرة وبعد كده مليون كارتونة كبيرة ومليون كارتونة أكبر بكتير لما بتخلص الكارتين الحجم الصغير وإنت عندك طلبية صغيرة حاجة زي كده بيجي الدور على الكارتونة الكبيرة لأن الكارتونة الصغيرة خلاص خلصت وده الكمية المتاحة للأسبوع ده ولذلك بتضطر الشركات ديت والمواقع التجارية ديت أن هي تحط لك الطلبية بتاعتك الصغيرة في كارتونة كبيرة جدا زي ما شفنا في الصورة بتاعة السيدة الهولندية هو ده التفسير بتاع الظاهرة ديت وهو ده الرد بتاع على الصحيفة الهولندية اللي استفسرت من الشركات دي أخبار الرياضة السيدات بتوع فريق آيكس كذبوا الدورة الرسمية الفريق بتاع الرجال خسر كل حاجة السنة دي زي ما احنا عارفين المفروض ان هم فازوا بالدورة الرسمية يوم 7-5 وكانوا عايزين يحتفلوا البلدية بتاعة أمستردام وفقت المكان اللي يحتفلوا به بلدية أمستردام وفقت عليه ولكن إدارة النادي بتاع آيكس نفسها قالت لا أجلوا الاحتفال ده البعد الصيف أو لسنة 2024 وده طبعا سبب غريب جدا بحسب موقع عينو إيس الهولندي قالوا ان جزء من عدم موافقة نادي وإدارة نادي آيكس على الموضوع ده ان هم شايفين الاحتفال غير مناسب يعني السيدات فازوا بالدورة اي نعم ولكن موسم الرجال كان سيئ جدا ولذلك نلغي الاحتفال الموضوع ده حصل على ردود فعل كبيرة جدا وناس بتقولك بقى فين المساواة الرجل بالمرأة وفين حقوق المرأة يعني هما إيه علاقتهم أنا بصراحة شايف الموضوع غريب يعني هما الرجال ما كسبوش أي حاجة المفروض تفرح ان السيدات كسبت وهيبقى عندك أي تدويج في الموسم وخلاص مش تموت الدنيا كلها على أي حال تمت الموافقة على الاحتفال في آخر الأمر واحتفلوا بالأمس فعلا يوم 29 2523 مبروك لسيدات آيكس حظ أوفر للرجال رجال آيكس الفريء الأول لكرة القدم ونشوفهم إن شاء الله في المواسم اللي جاية بيفوزوا بالدورة تاني ما تنساش تعمل لايك الفيديو تعمل شيرو تشترك في القناة تفعل جرس وانتظرونا في أخبار تانية جاية سلام عليكم اشترك في القناة